موسيقى النشرة ورئيسية تاتيكم مباشرة من الجزائر الدولي هنا بكم مشاهدنا المستهل بالعنوي زيارة رئيس الجزائري الى البرتغال تأكيد على توفق الرؤى والمواقف بشان قضايا اقليمية ودولية وتطلع لشركة اقتصادية اوسع بين البلدين المبعوث الاممي الى ليبيا يحذر من تحديات وعرقيلة بشان المسار الانتخابي وحكومة الوحدة الوطنية تعلن شن ضربات جوية ضد مهربين في مناطق غرب البلاد موسيقى في سودان وقف اطلاق النار يدخل يومه الثالث وسط اتهامات متبادلة من الطرفين بخرقه ودعوات اممية لجمع سبعة ملايير دولار للاستجابة للوضع الانساني في القرن الافريقي موسيقى وفي يوم افريقيا العالمي وقفة عند ستة عقود من التكيف في مواجهة تحديات متعاضمة موسيقى فاغنر تعلن بدأ تسليم مواقعها في بخموت الى الجيش الروسي الجيش الاوكراني يعلن تصدي لهجوم روسي ضخم على كييف وانباء اوكرانية متضاربة بشان الهجوم المضاد وسط ترقب لزيارة المبعوث الصيني الخاص لاوكرانيا الى موسكو موسيقى اهلا بكم من جديد لا تفاصيل في المستهل توجد زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الى البرتغال بالتوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم تشمل مختلف مجالات الشراكة والتعاون تترجم الارادة المشتركة للبلدين من اجل تعزيز العلاقات الثنائية لترقى الى مستوى التطابق التام بينهما في وجهة النظر بشأن القضاء الاقليمية والدولية خاصة القضية الصحروية مسير نحو افاق ابعد مما وثقه تاريخ صداقة وحسن الجوار بين الجزائر والشبونة ارتسمت معالمه حين استقبال رسميا كبير حظي به الرئيس الجزائري خلال زيارة دولة الى البرتغال الزيارة التي قادت الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رفقة وفد وزري هام الى العاصمة البرتغالية تؤكد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين واثرها على حوض المتوسط الرئيس تبون استهل نشاطه المكثف بلشبونة بلقاء ممثلي افراد الجالية الجزائرية هناك بعدها حظي باستقبال رسمي من قبل نظيره البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا في ساحة الامبراطور بلشبونة قبل ان يعقد الرئيسان محادثات على انفراد اثمرت تأكيدا على تطابق التام بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا الاقليمية والدولية وفقنا حول مجمل القضايا التي تطرقنا اليها مثل دولة البرتغال الجزائر كذلك تطمح الى السلم بين اوكرانيا وروسيا ان شاء الله نطمح كذلك الى حل مشكلة الصحراء الغربية حسب تعليمات الامم المتحدة وقرارات مجلس الامن مثل ما تعرفون فخمت الرئيس الجزائر موقفها واضح انه ندافع من اجل دولتين لازم تكون فيه دولة فلسطينية في حدود 1927 وعاصمة القدس الشرقية فيما يخص الوضع في مالية والساحل عبرنا على اتفاقنا تقريب نفس النظرة اعتقد ما فيش نقطة من النقاط اللي ناولنا فيها الحديث مع فخمت الرئيس لاننا فيها نظرة مختلفة ولأول مرة يجري التأكيد على ثابات الموقف البرتغالي حيال القضية الصحراوية على مستوى رئيس البلاد لدينا موقف ثابت يحترم دور الامم المتحدة وقرارات الامم المتحدة وكذلك في ما يتعلق في الصحراء الغربية ونود دول القيام بامور ديمقراطية وعمل ديمقراطي وعمل يرضي الجميع موقفنا هو الثابت لقاء الرئيسين وبعده وفدي البلدين توصل إلى الإعلان عن عقد قمة ثنائية جزائرية بورتغالية خلال السداس الثاني من العام الجاري الرئيس الجزائري زر كذلك مقر بلدية الاشبون التاريخي وتسلم من رئيسها مفتاح البلدية ثم وقع على سجلها الذهبي في دلالة يقول مراقبون برمزياتها وترجمتها لعمق العلاقات التاريخية بين البلدين اليوم الأخير من الزيارة أعطى نفسا جديدا في التعاون الاقتصادي وشراكة بين الجزائر والاشبونة حينها أشرف الرئيس عبد المجيد تابون على افتتاح منتدى رجال الأعمال الجزائري البرتغالي الذي استعرض مناخ الاستثمار في الجزائر في ظل القانون الجديد على مشارف ختام الزيارة حظي الرئيس الجزائري باستقبال رئيس البرلمان البرتغالي أغوستو سانتو سيلفا الزيارة توجت بإشراف الرئيس تابون والوزير الأول البرتغالي أنتونيو كوستا بالتوقيع على أربع اتفاقيات هامة ومذكرات تفاهم في عديد القطاعات استقبل الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن الخميس بقصر الحكومة رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية زامبيا بوتيت كاشومباموتي التي تقوم بزيارة إلى الجزائر بيان عن الوزارة الأولى الجزائرية ذكر أن طرفين تطرق خلال اللقاء إلى العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الجزائر وزامبيا وسبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات بما في ذلك المجال البرلماني من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى المستوى الذي يطمح إليه البلدان كما شكل اللقاء فرصة لبحث سبل تعزيز التشاور الثنائي حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لسيما في إطار الاتحاد الأفريقي دعماً للسلم والاستقرار والتنمية في القارة الأفريقية هذا استعرض وزير الخارجية الجزائرية أحمد دعطاف لدى استقباله الخميس رئيسة برلمان جمهورية زامبيا بوتيتكاشون باموتي بمقر الوزارة في العاصمة الجزائر أفق إففاء ديناميكية جديدة على العلاقات التي تربط الجزائر وزامبيا انطلاقاً من أحياء وتثمين ما يجمع البلدين من إرث تاريخي مشترك من النظال ضد الاستعمار والتضامن والوقوف في نفس الصف دفاعاً عن قضايا إفريقيا وتطلعاتها السياسية والاقتصادية بين الخارجية الجزائرية لفت إلى تثمين الطرفين الدور الذي تطلع به الدبلوماسية البرلمانية كرفض هام في توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين كما أكدا على أهمية تكثيف الحوار والتشاور البيني بهدف تشجيع التفاهم والتوافق إلى جانب ضرورة تحديث وتطوير الإطاري القانوني وأليات يتعون الثنائي لضمان استغلال فرص التبادل الاقتصادي التي يتيحها تفعيل منطقة التجارة الحرة القرية الإفريقية تجاوزت المبادلات وتجارية بين الجزائر ودول العربية خلال السنة الماضية حاجز خمسة ملايير دولار بزيادة قدرها أحد عشر في المائة مقارنة بالمستوى المسجل العام الفارد وارتفعت تعاملات مع تونس أكبر شركاء الجزائر التجاريين العرب بأكثر من 12% متجاوزة مليار ومئة مليون دولار تحقيق التكامل الاقتصادي العربي الذي ما فاتئت الجزائر تدعو إليه يمر عبر تعزيز التبادلات التجارية بين مختلف الدول العربية الجزائر تفي بالتزاماتها وترفع قيمة مبادلاتها التجارية مع دول المنطقة العربية خلال السنة المنقضية تقرير وكالة بلونبرغ الأمريكية أظهر زيادة حجم المبادلات التجارية بنسبة 5% خلال سنة 2022 بقيمة 5 ملايير دولار مقارنة مع السنة التي سبقتها وتربعت تونس على عرش أكبر الشركاء التجاريين للجزائر خلال السنة المنقضية بقيمة فاقت المليار ومائة مليون دولار بزيادة نسبة 12% عن سنة 2021 في حين احتلت العربية السعودية المرتبة الثانية بقيمة لمست المليار دولار بزيادة نسبة 39% وجاءت مصر في المرتبة الثالثة حيث فاقت قيمة المبادلات التجارية بين الجزائر والقاهرة حاجزت 950 مليون دولار بارتفاع نسبة 42% كما عرفت سنة 2022 زيادة قيمة المبادلات التجارية بين الجزائر والإمارات العربية المتحدة بنسبة 0.5% لتسجل 380 مليون دولار وكشف تقرير وكالة بلومبرغ عن زيادة في قيمة المبادلات التجارية بين الجزائر وعمان بنسبة 30% حيث بلغت 283 مليون دولار العام الماضي مقارنة بالذي سبقه كما نالت البحرين نصيبها من ارتفاع المبادلات التجارية الجزائرية العربية حيث قفزت المبادلات بين الجزائر والمنامة إلى 279 مليون دولار بنسبة قدرها 53% تسلم رئيس تونسي قيس سعيد مساء الأربعة بقصر قرطاش قوائم البنك المالية لسنة 2022 وتقرير مراقبية الحسابات لدى استقباله محافظة البنك المركزي التونسي مرواد العباسي بيان للرئاستية التونسية أشار إلى أن اللقاء تناول أيضا الدورة بالغة الأهمية لرجمة تحليل المالية لتحديد مصادر التمويلات المشبوهة التي انتفعت ولازالت تنتفع بها جهات مشبوهة حيث لم يعد يخفى على أحد أن الأموال تتدفق بصفة غير شرعية ولا مجال لهؤلاء الذين يستفدون منها أن يبقوا دون محاسبة أو جزاء وفق ما يقتضيه القانون بحسب نص البيان في موضوع آخر حذر رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي في كلمة خلال اجتماع لمجموعة العمل الأمنية بالعاصمة ليبيا طرابلوس حذر من وجود تحديات وعرقيلة بشان إجراء الانتخابات المرتقبة نهاية العام الحالي دعيا الأطراف الداخلية إلى التعاون وتجاوز الخلافات رغم التقدم الإيجابي المحرزي خلال الأشهر الأخيرة على سبيل حلحلة الأزمة في ليبيا لا تزال آمال ليبيين بإجراء انتخابات حرة ونزهة قبل نهاية العام الحالي تصطدم بجملة من العراقيل والتحديات رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي لفت إلى وجود تحديات وعراقيلة على طريق إجراء الانتخابات تستوجب تضافر جهود كافة الأطراف الليبية ندرك بأن هناك المزيد من التحديات والعراقيل التي لا تزال تواجه ليبيا مثل ضمان بيئة آمنة وسليمة لإجراء الانتخابات ومعالجة معضلة التشكيلة المسلحة والنهوض بالمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وحماية حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي باتيلي حذر في أول اجتماع لمجموعة العمل الأمنية بالعاصمة طرابلوس من انعكاسات الوضع الأمني في السودان على جارته الشمالية إن النزاع الدائر في السودان يهدد بشكل مباشر الأمن في ليبيا والاستقرار في جنوب البلاد بل في المنطقة بأسرها هذا الوضع يهدد بتقويض جهود المجتمع الدولي الداعم للسلام والديمقراطية سواء في السودان أو ليبيا المبعوث الأممي إلى ليبيا أكد في المقابل قدرة الأطراف الداخلية الليبيا على تجاوز الظروف الراهنة شريطة التعاون فيما بينهم وتجاوز كافة الخلافات أعول على تعاونكم في تهيئة الظروف الكفيرة بتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا والذي سيعود بالنفع أيضا على المنطقة والجوار أحثكم على اغتنام هذه الفرصة لتعزيز ما حققتمه من إنجازات وتجاوز خلافاتكم برأي البعثة الأممية في ليبيا فإن الإنجازات المتتالية التي حققها الليبيون خلال الفترة الآخرة تعزز فرص تنظيم انتخابات وطنية شاملة في البلاد نهاية العام الحالي تنهي عقدا من الأزمات السياسية والأمنية قالت حكومة الوحدة الوطنية ليبيا الخميس إنها شنت ضربات جوية على مهربي وقود ومخدرات وبشر غرب البلاد وفدت وكالة رويترز نقلا عن ثلاثة مصادر من مدينة الزاوية غرب ترابلوس أنهم سمعوا انفجارات في المدينة خلال الساعات الماضية في وقت ذكرت وسائل إعلام محلية أن طائرات مسيرة استهدفت فصائل مسلحة هناك في السودان دخل اتفاق وقف اطلاق النار بين الجيش وقوات دعم السريع الخميس يوم هو الثالث إثر الهدن الموقع بين طرفين وسط اتهامات متبادلة بين طرفين النزاع المسلح بانتهاكه فيما أعلنت نقبة وطباء السودان عن ارتفاع عدد القتل في صفوف المدنيين إلى ثمانمائة وخمسة وستين قتيل لا الهدن ولا الوساطات الدولية نجحت في وقف صوت المدافع والرصاص في السودان حتى اللحظة الاشتباكات المسلحة استمرت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بعد هدوء لم يعمر طويلا رغم اتفاق وقف اطلاق النار الذي دخل الخميس يومه الثالث إثر الاتفاق الموقع بين طرفين الأزمة في جدى بوسطة سعودية أمريكية استمرار المعارك والاشتباكات بين الطرفين المتصارعين يأتي وسط اتهامات متبادلة بخرق الاتفاق الجيش السوداني اتهم قوات الدعم السريع بانتهاك الهدن مؤكداً التزامه بالدفاع عن النفس والدولة على حد تعبيره تواصل الميليشيا المتمردة تنتهاك الهدنة المعلن عنها منذ بدايتها طبقاً لاتفاق جدى تؤكد قواتكم المسلحة على التزامها بتعاهداتها في المحافظة على الهدنة الإنسانية دون التفريط في حق الدفاع عن النفس والدولة في المقابل اتهمت قوات الدعم السريع الجيش السوداني بخرق الهدنة الإنسانية وقصف مواقعها في عدة محاور داعية من وصفتهم بالانقلابيين لاحترام وقف إطلاق النار في تجاوز سافر للقوانين والعراف الدولية ونقوص عن اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد الموقع بمدينة جدة خارقت قوات الانقلابيين وفلول النظام البائد المتطرف الهدنة الإنسانية المعلن عنها وقامت بالهجوم على قواتنا في عدد من المحاور باستعمال الطيران الحربي والقصف المدفعي والهجوم البري حرب الإخوة الفرقاء في السودان يدفع ثمنها المدنيون العزة نقابة الأطباء في البلاد أعلنت عن ارتفاع عدد القتل في صفوف المدنيين إلى أكثر من 860 شخصا جراء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف الشهر الماضي أشيرة إلى وجود عدد كبير من الإصابات والوفيات غير المعلن عنها لعدم تمكنها من الوصول إلى المستشفيات بسبب صعوبة التنقل جراء الوضع الأمني المتدهبر المشهد في السودان يزداد تعقيدا ويلقي بذلاله على الوضع الإنساني المتردي فقد أرغم الاقتتال والفوضى أزيد من مليون شخص على النزوح داخل البلاد دعا الأمين والعام للأمم المتحدة أنتونيو جوتراش لمجتمع الدولي الخميس لجمع تعهدات بقيمة 7 مليارات دولار أمريكية الاستجابة للوضع الإنساني الحرج في القرن الأفريقي حيث يعاني أكثر من 43 مليون شخص في إثيوبيا وكينيا والصومال من واحدة من أسوأ حالة الجفاف في التاريخ الحديث ودعا الأمين العام الأممي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تحول الأزمة إلى كارثة كما شدد على ضرورة أن يرقى الدعم إلى مستوى التحدي مضيفا أنه رأى الآثار المدمرة للجفاف بشكل مباشر خلال زياراتها الأخيرة إلى كينيا والصومال أدعو المانحين والمجتمع الدولي إلى تمويل خطط الاستجابة الإنسانية لعام 2023 على وجه السرعة للمنطقة حتى الآن تم تمويل ما يقرب من 20% فقط وهذا غير مقبول دون ضخ فوري وكبير للتمويل ستتوقف عمليات الطوارئ ويموت الناس وفقا لمنظمة الصحة العالمية واليونساف الجفاف الصومال العام الماضي أودى بحياة 40 ألف شخص كان نصفهم من الأطفال دون سن الخامسة وبينما جلبت الأمطار الأخيرة قدرا من الإغاثة التي تشتد الحاجة إليها توجه المجتمعات الضعيفة عاما آخر من المشقة الرهيبة يدفع الناس في القرن الإفريقي ثمنا باهضا لأزمة مناخ لم يفعل شيئا من أجلها يحتفي ما يقارب المليار ونصف المليار إفريقي بالذكرى الستين لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية تحت شعار إفريقيا مستقبلنا في سياقات دولية معقدة تميزها حالة استقطاب عالمية بالتزامن مع مساع قارية لتحكيد إفريقيا عن التوترات الجو سياسية الحاصلة دون إغفال توسيع المشاركة الإفريقية في المحافل والهيئات الدولية قبل ستين سنة خلت وقعت اثنان وثلاثون دولة إفريقية مثاق تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية بالعاصمة الإثيوبية ديسا وابا التي كانت شهدة على ميلاد أول تكتل سياسي بالقارة الصمراء بأمال تحرير شعوبها كافة من الاستعمار وإدامة الاستقرار والوحدة في بلدانها بطموحات تحقيق تكامل وازدهار القارة يحتفي ما يقارب المليار ونصف المليار شخص بيوم إفريقيا العالمي إحياء لذكر تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية في الخامس والعشرين ماي عام ثلاثة وستين تسعمائة وألف تحت شعار إفريقيا مستقبلنا في سياق إقليمي ودولي استثنائي بعد مرور إحدى وعشرين سنة على تغيير تسمية منظمة الوحدة الإفريقية إلى الاتحاد الإفريقي لا زالت أغلب الشعوب الإفريقية تتوق إلى الأمن والتنمية المستدامة بل إن العديد من بلدان القارة عادت إلى الصراع المسلح على السلطة والمراحل الانتقالية على الورق قام الاتحاد الإفريقي على مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأعضائه ورفض التغييرات غير الدستورية لأنظمة الحكم وبالأخص احترام الحدود المورثة عند الاستقلال وتخلص القارة من الآثار المترطبة عن الاستعمار بما في ذلك الجمهورية العربية الصحراوية آخر مستعمرة بالقارة لكن تلك المبادئ لم تحترم أو احترمت بشكل منقص تأمل شعوب إفريقيا اليوم في رؤية بلدانها قوية ومتطورة ومزدهرة لا تحتكم في قراراتها إلا لمصالحها الوطنية تنعم بالسلام والاستقرار بما تملكه من طاقات بشرية وإمكانات طبيعية هائلة في سياق الاستقطاب الدولي الحاد وجب على الأفارق تكثيف جهودهم لتحقيق التكتل الاستراتيجي المنشود بعيدا عن مساعدات القوى الأجنبية الطامعة في بسط نفوذها على إفريقيا واستغلال مقدراتها جدد وزير الخارجية الصينية تشينغانغ دعم بلاده لعملية السلام في إثيوبيا واستعداد بكين لتعميق التعاون الثنائي مع ديسابيبا في مختلف المجالات للمساعدة في أعادة أعمار البلاد جانغ وخلال محادثات أجرها مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين حسن الخميس في بكين ذكر أن الصين مستعدة للعمل مع إثيوبيا لمواصلة دعم بعضهما بحزم في القضايا المتعلقة بالمصالح الأساسية والشواغل الرئيسية لكل منهما تدعم الصين بقوة عملية السلام في إثيوبيا وتقف على سعداد لتعميق التعاون الثنائي في مختلف المجالات للمساعدة في عادة إعمار البلاد وتنميتها ونهوضها إن البلدين يدعماني ويساعدني دوما بعضهم البعض ما يقدم مثالا جيدا للتضامن والتعاون والتنمية المربحة للجانبين بين الدول النامية نقدر مساعدة الصين لإثيوبيا إن إثيوبيا ستواصل بذل قصار جهدها لضمان سلامة المؤسسات الصينية والأفراد الصينيين في البلاد إن إنجازت الصين في التحديث ملهمة وستشجع الدول الإفريقية على تسريع تنميتها المستقلة أعلنت وزارة صحتية الفلسطينية عن ارتفاع عدد الإصابات برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جابر إلى ثلاث عشرة إصابة أحدها وصفت بالحرشة ونقلت وكالة الأنبائية الفلسطينية الرسمية عن مصادر محلية قولها إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم من عدة جهات وانتشرت على أسطح المنازل في المخيم وحاصرت منزلا وأضافت قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب الشبان والمنازل ما أدى إلى إصابة أربعة عشر شبا بالرصاص الحي ومنعت دخول طواقم طبية إلى المخيم لإسعاف الجرحة كما أطلقت قوات الاحتلال طائرة مسيرة في سمائي المخيم وسط انتشار مكثف للقوات واعتلاء القناص عدة بنايات قال توروينسلند منسق الأمم المتحدة العمليات السلام في الشرق الوسط في إحاطته الشهرية أمام مجلس الأمن الدولية إنه يرفض جميع الأعمال الاستفزازية والتحريضية بما فيها ما سمي بمسيرة الأعلام في القدس وما تبعها من أحداث وقال إن هذه الأعمال يجب أن تدان من جميع الأطراف وأكدا أن جميع المستوطنات الصهيونية غير شرعية وتشكل انتهاكا للقانون الدولية وأنها عقبة كبرى أمام تحقيق السلام دعيا إلى ضرورة وقف النشاط الاستطانية يؤسفني أن ألاحظ تقدما في المزيد من خطط الاستطان مع نشر العطاءات لنحو 310 وحدات سكنية في المنطقة جيم واستمرار عمليات الهدم أكرر أن جميع المستوطنات غير الشرعية بموجب القانون الدولي وأنها تشكل عقبة كبيرة أمام السلام ويجب أن تتوقف كما أدعو السلطات الإسرائيلية إلى إنهاء تهجير وإخلاء الفلسطينيين والموافقة على الخطط التي من شأنها تمكين الفلسطينيين من البناء في موضوع آخر تستعد قطر والبحرين الخميس لاستئناف رحلة الجوية بينهما بعد انقطاع دام ست سنوات إثر الأزمة الخالجية في 2016 وياتي الاستئناف المرتقب وفق إعلان بحريني رسمي بعد نحو شهر من أعلان قطر والبحرين في بيان مشترك قرارهما إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد شهرين من مباحثات استضافتها العاصمة السعودية الرياض بشأن التباينات بين الدوحة والمنامة وكانت شركة طيران الخليج قد أعلنت في 16 ماي الجاري استئناف رحلاتها بين البحرين وقطر اعتبارا من الخامس عشر من الشهر ذاته قالت وسائل أعلام رسمية إيرانية إن البلاد اختبرت الخميس بنجاح صاروخا باليستيا يبلغ مدى ألفي كيلومتر وذلك بعد يومين من إثارة رئيس أركان الأحتلال الصهيونية احتمال تحرك ضد طهران بسبب برنامجها النووية وبث تلفزيون الحكومية الإيراني ما قال إنها لقطات لنسخة مطورة من الصاروخ الباليستي بمدى يبلغ ألفي كيلومتر ويمكنه حمل رأس حربي وزنه ألف وخمسمائة كيلوغرام فيما قالت وكالة الجمهورية الإسلامية للنباء إن الصاروخ الذي يحمل اسم خيبر المصنع محليا يتميز بسرعة الأعداد والإطلاق ما يجعله سلاحا استراتيجيا في طريق تحسين القدرة الصاروخية لجمهورية إيران الإسلامية كشفنا اليوم عن الصاروخ الباليستي الاستراتيجي خرموشهر أربعة وهو تحديث للصواريخ السابقة من السمات المميزة لهذا الصاروخ أنه يتهرب من الرادارات ويخترق الدفاعات الجوية للعدو رسالة وزارة الدفاع لأعدائنا أننا عزمون على الدفاع عن الوطن ومنجزات الطورة الإسلامية وقد أظهرنا للعدو أنه لا يستطيع وقف نمو وتقدم شبابنا في موضع آخر أعلن الرئيس البيلاروسي أليكساندر لوكاشينكو الخميس عن شروع روسيا في نقل أسلحة نووية إلى بلاده في ترجمة للانتشار الذي أعلنه رئيس فلاديمير بوتين مارس الماضي ردا على سؤال لصحفي في مقطع مصور بث على قناة تليجرام غير الرسمية للرئاسة البيلاروسية أكد لوكاشينكو أن نقل الأسلحة النووية الروسية نحو بلاده قد بدأ بالفعل هذا وقع وزيراء دفاع روسيا وبيلاروس الخميس وثيقة لنشر الأسلحة النووية التاكتكية الروسية في بلاروس وأفدت وكالة الأنباء الروسية تاس نقلا عن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو تأكيده أن موسكو ستحتفظ بالسيطرة على الأسلحة وأي قرارات بشأن استخدامها وبأن قرار روسيا وبيلاروس بشأن الإجراءات الجوابية في المجال العسكري النووية جاء ردا على تصعيد حاد للتهديدات على الحدود الغربية للبلدين تقرر اتخاذ إجراءات مضادة في المجال العسكري النووي على خلفية تصعيد حاد للغاية للتهديدات على الحدود الغربية لروسيا وبيلاروسيا نظام الصواريخ العمالية والتكتيكية اسكندر ام تم تسليمه الى القوات المسلحة في بيلاروسيا وتم تكييف جزء من طائرات سو خمسة وعشرين للاستخدام المحتملي للاسلحة النووية الجنود البيلاروسيون تلقوا تدريبا لازم في مراكز التدريب الروسية اعلن مؤسس مجموعة فاغنر العسكرية روسية الخاصة يافيجيني بريكوجين في تسجيل مصور الخميس ان وحداته شرعت في الانسحاب من مدينة بخموت الوكرانية وتسليم مواقعها هناك الى قوات روسية نظامية وقال بريكوجين انه اعتبارا من الخامسة من صباح الخامس والعشرين ماي وحتى الاول من جوان فان معظم الوحدات ستعيد تمركزها في معسكرات في الخلف نسحب الوحدات من بخموت اعتبارا من الخامسة صباحا لهذا الخميس وهذا وحتى الاول من جوان معظم الوحدات ستعيد تمركزها في معسكرات في المؤخرة نقوم بتسليم المواقع والذخيرة وكل شيء بما في ذلك الحصص الجافة للجيش ما الامر يا رفاق هذا كل شيء يتحركون في غضون عشر الى خمس عشرة دقيقة يغادر الجميع قبل الاول من جوان سنرتاح ونستعد ثم ستكون لدينا مهمة جديدة قال المستشار بمكتب رئاسة الاوكرانية ميخيل بودولياك ان الهجوم المضاد للقوات الاوكرانية يستمر منذ عدة ايام مؤكدا ان الحرب مكثفة على طول 1500 كم من الحدود وان المعركة قد بدأت بالفعلة تصريحة انتزمنت مع اعلان ايغور جوفيكفا نائب رئيس مكتب الرئيس الاوكراني بان كييف ستشن هجوما مضادا عندما تتلقى جميع الاسلحة اللازمة من الحلفاء الغربي من ساحات الحرب الدائرة في اوكرانيا انباء تناقض اخرى بشأن بدء ما تسميه كييف هجوم الربيع المضاد ووسط حصائل لا تنتهي ضمن بيانات قوات الطرفين خرج ميخيل بودولياك مستشار الرئيس الاوكراني فولودمير زيلانسكي ليؤكد بدء الهجوم المضاد للقوات الاوكرانية قبل ايام يستمر الهجوم المضاد منذ عدة ايام هذه حرب مكثفة على طول 1500 كم من الحدود لكن المعركة قد بدأت بالفعل اولا هذا ليس حدثا منفردا يبدأ في ساعة معينة من يوم معين بقص رسمي للشريط الاحمر ثانيا هو عبارة عن العشرات من الاجراءات المختلفة لتدمير القوات الروسية في اتجاهات مختلفة والتي حدثت بالامس بالفعل تجري اليوم وستستمر غدا ربما عن ذلك في بعض جزئياته عملية الاقتحام التي قامت بها ميليشيا موالية لاوكرانيا في منطقة بيلغورو الروسية الحدودية لكن ثم تم يطرح الاستفهام بخصوص بدء الهجوم وتوقيته هذا ايغور جوفيكفا نائب رئيس مكتب الرئيس الاوكراني اكد ان بلاده ستشن هجوما مضادا عندما تتلقى جميع الاسلحة اللازمة من الحلفاء الغربيين سنواصل التحذير للهجوم المضاد وبمجرد ان نكون مستعدين بدعم من شركائنا الذين يواصلون امدادنا بالمدفعية والذخيرة الكافية والدبابات والمدرعات وبمجرد استلامنا لتلك الاسلحة سنبدأ تسويف ينفي انباء بدء الهجوم الاوكراني الموعود فيما يطلق الغرب يد السخاء في الدعم العسكري لكياف في حربها ضد موسكو في صورة ما اعلنه وزير الدفاع الامريكي لويد اوستن من ان واشنطن وحلفاؤها قد قدموا او يعتزمون تزويد اوكرانيا بما يقالب ال65 مليار دولار من المساعدات العسكرية جمدت دول والاعظاف لتحاد الاوروبي اكثر من 200 مليار يورو من اصول البنك المركزي الروسي واوصى ممثل المفاوضية الاوروبية كريستيان ويغان بالاتصال بالدول الاعضاء لتحديد قيمة الاصول المجمدة للهيئة التنظيمية الروسية وفرضت الدول الغربية عقوبات على موسكو وجمدت في اطارها اصولا للبنك المركزي الروسي والارجال اعمال روس بعد اطلاق موسكو اعمالية عسكرية في اوكرانيا قالت وزارة الخارجية الروسية الخميس ان المبعوث الصيني الخاص لاوكرانيا ليهوي سيزور موسكو الجمعة لمناقشة ما اسمته تسوية الازمة الاوكرانية الخارجية وروسية ذكرت ان المبعوث الصيني من المنتظر ان يعقد محادثات مع وزير الخارجية سيرجي لافروف في اطار جولة خارجية تشمل روسيا واوكرانيا وبعض الدول الاوروبية واعلنت الصين في الذكرى الاولى للحرب في اوكرانيا في ذري الماضي عن خطة السلام من 12 نقطة رحبت بها اوكرانيا فيما لقت انتقادات من غالبية الدول الغربية اتفق الزعيمان الارميني والاذربيجاني الخميس على احترام وحدة اراضي كل منهما خلال اجتماعا لمجلس الاتحاد الاقتصادية الاوراسية وفي حديثه في الاجتماع قال الرئيس الاذربيجاني الهام معلييف ان هناك شروطا مسبقة جدية لتطبيع العلاقات بين اذربيجان وارمينيا على اساس الاعتراف المتبادل بوحدة وسيادة الاراضي فيما اشار رئيس الوزراء الارميني نيكول باشينيان الى ان الجارتين اتفقتا على الاعتراف المتبادل بسلامة اراضي كل منهما وهو تحرك جيد نحو تسوية العلاقات على حد قوله هناك شروط مسبقة جدية لتطبيع العلاقات بين اذربيجان وارمينيا على اساس الاعتراف المتبادل بوحدة وسيادة الاراضي اعتقد ان هناك فرصا للتوصل الى اتفاق سلام لا سيما بالنظر الى ان ارمينيا اعترفت رسميا بناغورني كارباخ كجزء من اذربيجان اريد ان اؤكدان ارمينيا واظربيجان اتفقتا على الاعتراف المتبادل بوحدة اراضي بعضهما وعلى هذا الاساس يمكننا القول اننا نتحرك بشكل جيد نحو تسوية علاقاتنا اود ان اؤكد استعداد جمهورية ارمينيا لالغاء حظر جميع وسائل النقل والعلاقات الاقتصادية في المنطقة والاتصالات التي تمر عبر اراضي جمهورية ارمينيا ونحن نسميها مفترق الطرق الارمينية ونحن مستعدون لفتح اتصالات اقليمية من جانبه قال الرئيس روسي فلاديمير بوتين للقادة في الاجتماع في موسكو ان شيء المهم هو وجود اتفاق حول القضية الاساسية لوحدة الاراضي معتبرا ذلك اسس الاتفاق على قضايا اخرى ثانوية الهم من ذلك هو ما قلته للتو هناك اتفاق بين رئيس اضرابي جهان ورئيس وزراء ارمينيا بشأن القضية الاساسية المتمثلة في وحدة الاراضي وهذا في الواقع هو الاساس للاتفاق على قضايا اخرى طبيعية اتامت صين الولايات المتحدة وحلفائها بشن ما اسمته حملة تضليل بعد مقالة واشنطن وشركاؤها الغربيون مايكروسوفت ان جهة فاعلة سيبرانية ما دعوما من بكين تسللت الى شبكات امريكية للبنية التحتية الحيوية ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماونينغا تقرير بغير المهنية لكونه يفتقد حسبها للأدلة مضيفة ان المزاعمة كانت حملة تضليل جماعية لدول تحالف العيون الخمس الاستخبارات الذي يضم استراليا كندا نيوزيلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة لقد اخذنا علما بالتقرير اود ان اقول انه تقرير وعيد بنائه مع نقط خطير في الادلة وهو غير محني للغاية كما لاحظنا ان تقارير مماثلة تم نشوها في وقت واحد من قبل وكالات حكومية مثل وكالة الامن القومي الامريكية والوكالات ذات الصلة في الولايات المتحدة واستراليا وكندا ونيوزيلندا ودول اخرى من الواضح ان هذه حملة تضليل جماعية من قبل الولايات المتحدة لتعبئة البلدان في تحالف العيون الخمس لاغراض جيوسياسية بدأت القوات الكورية الشنوبية والامريكية الخميس اكبر مناورات مشتركة بالذخيرة الحية لمحاكاة هجوم واسع النطاق من كوريا الشمالية حسب ما قالت وزارة الدفاع في سول واضفت الوزارة نما يقرب من 2500 جندي يشاركون في تدريبات التي تستمر خمسة ايام وانطلقت في بوتشون القريبة من الحدود مع كوريا الشمالية كما تشارك في تدريبات دبابات ومدافع هاوتزر وطائرات مقاتلة ولفتت الوزارة في افادة صحفية الى ان تدريبات اظهرت قدرة الجيش الكوري الجنوبي واستعداده للرد على التهديدات النووية والصاروخية واحتمال الهجوم الشامل من كوريا الشمالية في موضوع اخر تزور وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الخميس روما لاجراء محادثات مع نظرها الايطالي انتونيو تاجاني في ظل ازمة دبلوماسية حادة بين البلدين بعد الخلافات حول الهجرة وافادت وكالة فرانس بخيس ان كولونا ستتقي وزير الخارجية الايطالي نائب رئيس الوزراء الرجل الثاني في قيادة حزب ايطاليا الى الامام اليميني الشريك في التحالف المحافظ المتشدد الذي تقوده جورجيا ميلوني والغى وزير الخارجية الايطالية زيارة كانت مبرمجة الى باريس على خلفية تصريحات ادل بها وزير الداخلية الفرنسي جغاغ دارمانان في ربع ماي الجاري اتهم من خلالها ميلوني بالعجز عن حل ازمة الهجرة ختم نشرته يا رئيسيا نشكركم على المتابعة في امان الله اشتركوا في القناة